وعشان انا معنا ضيف بقولكو ضيف عزيز علينا كلنا ضيفنا الليلة هو ضيف من العيار التقيل اوي 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 ضيف كلنا نعرفه ضيف كان ليه بصمة في حياتنا اه كان ليه بصمة في حياتنا كلنا تربينا على صوته الاعلامي هو اعلامي من طراز فريد تقدر تقول كده ان اول واحد فيك يا مصر عمل حاجة اسمها ببرامج رياضية ايوا هو اول واحد عمل ببرامج رياضية واول واحد شفناه بيوصف الدور العام لكورة القدم من خلال صوته يعني كنا بنشوفه المباراة من خلال صوته في اكتر من كده ايه في اكتر من كده ايه انت لما بتبقى قاعد كده وبتسمع صوت ده صوت فلان ده صوت فلان واول واحد ومصر كلها كان كنا كلنا بننتظر الساعة سبعة وخمسة مساء عشان تعرف مين كسب ومين اللي جاب الاهداف وكان ليه اسلوبه جميل وشيق في العرض كان يعني بقول لكم مميز كان بيطوف بينا مصر وكلها في خلال عشر دقايق عشان يعرفنا النتائج نتائج المباريات وكان يسيبنا للنهاية مباراة اهل والزمالك وخلينا قاعدين من الكسب من اللي حرف مقاش بقى لا فيه تلفزيون ولا فيه كلام ده كله وده كانت رسالة مهمة جدا في زمن الاتصالات كانت مفيش ما كانش فيه اتصالات ساعتها وكانت صعبة اوي 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 يعني وهو واحد من صفوة الازعيين المصريين مش كده وبس ده واحد من الكبار اللي اقاموا صرح الازع المصرية واشتهر بلقب الموزيع الصعيدي بسبب اللي هجيته المحببة للجميع اتولد في قرية مركز ناجي حمادي دي محفظة اينا طبعا اينا وجمال اينا وناس اينا في ستة مارس سنة 28 حصل على صنص الحقوق سنة 49 اتقدم لاختبارات الازعى المصرية وتعين فيه وظيفة موزيع خارج الميكروفون الكلام ده سنة كام؟ سنة 50 ده بسبب اللي هجيته الصعادية الجميلة في صباح 23 يوليو سنة 52 افتتح بنفسه الميكروفون لواحد من زباطنا الاحرار المصريين وهو طبعا كان الرئيس الراحل انور سنة رحمة الله عليه عشان يلقي اول بيان للثورة المصرية اقام ثلاث حفلات لنجبة الغناء العربي وما ادراك ما نجمة الغناء العربي ام كلسون قدم برنامج ساعة القلبك وساعة القلبك ده ياريت نسمعه في الازعى تاني لان برنامج كان حاجة كان يجي الساعة اربعة ضهرية وكان لامم كل العظماء منهم عب منع مدبولي وعب منع مبراهيم وفؤاد المهندس ومحمد عوض وامين الهينيدي وخارية احمد ونبيله السيد ومحمد يوسف وافراد كتيرة جدا ورتب حاجات كتيرة جدا وكان يوسف عوف هو اللي كان بيخرج البرنامج ده واحمد الحداد والان اصبح بعد كده من نجوم الكوميديا في مصر واحمد الحداد طبعا اقدم برنامج بجلة الهوى كان في الراديو قبل التليفزيون واحد من اشهر برامج الازعية هو صاحب اول تعليق وتحليل لمباريات الدور العام لقرط القدم في مصر قبل ظهور التليفزيون فكان بيقدم النتائج المباريات باسلوب شيق ورشيق وبرنامج التعليق هو كان البرنامج اسمه برنامج التعليق على الدور العام الساعة خمسة الساعة سبعة وخمسة في البرنامج العام كان بعد موجز الانباية كان الناس كلها كلها تبقى قدام تحت تسمع الراديو وعاوزة تسمع مين اللي بيقول الاسلوب الشيق الرشيق اللي بيعمل اللي بيلم مصر وكلها على عشر دقايق بيجمع فيه الدور العام دلوقتي الدور العام المباراة بتتحلل في ست ساعات وسبعة ساعات وهو المؤسس الحقيقي كمان لإزاعة الشباب والرياضة وقام بتغطية ست دورات أولمبية اتعين رئيس للإزاعة المصرية سنة 82 وترشح لعضوية مجلس شعب وظلف نائبا في البرلمان من سنة 87 لحد 2000 كان عضو بمجلس الشعب وكان عضو بمجلس إدارة نادي الزمالك واتحدى إن كان حد يقدر وعلي ده أهليه ولا زمالكاوي كان دول يحبوه دول بيحبوه ورغم زمالكاويات وهو إلا إنه إلا إنه استطاع أن يكسب حب الجميع بحيادته في الحيادية بتاعته في كل المباراة عاشق قرة القدم حول ميكروفون الإزاعة ولقب بشيخ الإعلامين الرياضيين في عيد من قبيلة هو من قبيلة الهمامية حفيد شيخ العرب همام أكيد عرفتوه أيوة كلكم لازم تعرفوه ده كان من الزمن الجميل من الزمن اللي كنا كلنا إحنا كنا بنخلص المورات وإحنا راجعين في الأوتوبيس من أي محافظة وإحنا راجعين افتح سبعة وخمسة كله ومصر كلها وكان بقى بيقول بإسلوب وإستطاع فلان الفلاني أن يجري بمهارته وبيش عارف إيه وفتح خط هنا وعمليات سمعوا منه الكلام ده كله طبعا عرفتوه هو نجمينا ونجموكم الأستاذ فهم عمر الإعلام الكبير والإزاع الرائع والصعيدي الجدع إحنا بنقوله الخال فهم عمر ربنا ما تعجب الصحة يا رب